اشتركوا في القناة من السادس عشر ولغاية التاسع والعشرين من شهر يناير الجاري وبهذه المناسبة اكد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين ان الرعاية السامية المستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الاعلى حفظه الله ورعا للرياضة العسكرية كان لها اكبر الاثر في تحقيق العديد من الانجازات والبطولات على كافة المستويات مؤكدا معاليه ان قوة دفاع البحرين تؤمن باهمية الرياضة العسكرية وعليه دأبت على تنظيم الفعاليات الرياضية المتنوعة ووضعت خططا تطويرية لاعداد الفرق والمنتخبات العسكرية الرياضية اضافة الى نجاحات منقطعة النظير في تنظيم واستضافة قوة دفاع البحرين للبطولات العسكرية العالمية تحت مظلة المجلس الدولي للرياضة العسكرية السيزم والتي تجلت خلال بطولة العالم العسكرية الرابعة والاربعين لإخوت الشرعية في عام 2010 وبطولة العالم العسكرية الاولى للقدرة في عام 2012 بالاضافة الى بطولة العالم العسكرية الثامنة للغولف في عام 2014 مشيرا معاليه لأن هذه الإنجازات ما هي إلا ترجمة حقيقية للدعم السخي والاهتمام الكبير من قبل القيادة الحكيمة وعلى رأسها عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعا لقطاع الرياضة العسكرية والمدنية بهذا الوطن العزيز وبهذه المناسبة قدمت هدية تذكارية لمعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين ترجمة نانسي قنقر